كنت تنشاهد إزاي يا حضرتك سيادت اللي هو معي آه هاته اللي هو تاني فأنا الكلام ده أنا شفته ببقى مراكب هنا وهنا وبروح وبشوف في السندوق أقول لأنا عايزه أروح أنحزم على لأنا عايزه دي حاجة حرية شخصية أقول هنا أنا حر أقول هنا أنا حر ده اختياري اللي فيه مصلحة الأهلي من وجهة نظرة أعمله وحضرتك 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 أنا بشوف ده كل واحد حر فمن هنا سيادت اللي هو رجع لنا تاني برحب بحضرتك مرة تانية وبحيي حضرتك على الجزئية التنظيم اللي موجودة اللي انت بتعملها والحيادية الكاملة اللي أنا شفتها قدام عيني أكتر بمرة أنا بحيي حضرتك في البداية لأنه عندي بعض الأسئلة عايزة أقول لأحضرتك بحضرتك شوفنا كنا دخلنا بلكده وقلنا الحوارات من الجانبين كان فيه هنا ما كانش فيه مايقات للكلام خصويا الناس اشتكت بشكل كبير جدا في المعسكرين المعسكر الأخير شوفت مايقات شغالة اديني التفاصيل بالزبط عشان يدخل الناس في الصورة ايه اللي حصل بالزبط عشان يتغير الموضوع ده احنا عملنا اجتماع حضرتك لسادة المرشحين على منصب الرئيس واتفقنا انه اختار موعيد لمؤتمر لكل مرشح على الرئاسة وحيتنظم بنفس الطريقة للاربعة الاربعة نفس المكان نفس الترتيب نفس النظام نفس كل حاجة وقلنا انه ده وقت اللي بتحصل في الجنينة الندوات السميع الحبية اللي هي النهاردة انا هنا بكرة انا هنا بس يتم اختارنا الاول عشان ما تبقاش مثلا حضرتك عايز تقعد في جزء ده في الجنينة ما تبقاش متعارض مع اللي قعد الناحية التانية تمام الحقيقة الناس كانوا يعني ملتزمين معنا في كده جات لي شكوى من ناحيتين الحقيقة في حتة الميكروفون الميكروفون فقلت طيب خلص اللي هيختارني هحط له بتاع النادي الاهلي عشان ما حدش واحد يجيب سماعة واحد يجيب خمسة ستة يحطهم في كل النادي ده كلام محتر بحيث ان اللي قعد حضر الندوة يبقى الصوت على قده بس ما يزعجش بقية الناس ممكن واحد مش عايز يسمع الندوة بتاعة كابتن شادي عايز يسمع شرين هو حر وبالتالي قلنا بتاع النادي الاهلي وموظف النادي الاهلي في العلاقات العامة هو اللي يتولى هذا الموضوع وفعلا بقينا الصائف في الجزيرة او في مدينة نصر او في الشيخ زايد اللي بيختارني بجهز له مكان وبجهز له النادي الهلي الخاص بي وكل حاجة في حيث ان الناس اللي هو قاعدين بيسمعوه ويقدر يسمعوه بالسورة يقصر تمام فده النظام احنا عامينه ومشي نعيه الحمد لله سؤالين مهمين ومش عايز ادخل حضرتك في تفاصيل عشان نلتزم بالتعليمات على الاقل كمان لحضرتك كتبتها وقلتها والمفروض الجميع التزم بها داخل النادي عايز اسأل حضرتك على نقطة مهمة بالنسبالي انا كنت من شوية بعرض ان احد الصحف وكاتبة اللي حصل مشكلة كبيرة واقتحام للندوات والكلام ده الكلام ده حصل يا فندم يا فندم ما فيش اقتحام للنادي وحضرتك كنت موجود والناس كانت موجودة وحتى لما المجموعة كانت النادوة انا بس عصنا انت بتتأني وانا ما بعرفش اجمل كلام كانت النادوة بتاعة المهندس محمود طهر شغالة المؤيدين والمتموعة الكابت المحمود الخطيب دخلوا بيهتفوا لكابت المحمود وده حقهم طبعا مية في المية لكن كانت النادوة دي شغالة فباش مهندس الناس اللي عاديين معاه ابتدوا يبصوا فقال لهم يعني نقعد نكمل ندوتنا احنا كلنا أولاد نادي واحد ويتفضلوا يقعدوا معنا ونجي نقعد معاهم والدنيا ما خدتش نص ديها والناس دي راحت مكانها والناس دي قادة مكانها كابت المحمود الخطيب كان داخل برضو لما لها ناس بتهتف باسمه كده فوقفهم والناس توجه لمكان الندوة يعودوا ويسيبوا البشمان يستكمل ندوته هما دول ده داخل على الرئاسة وده داخل على الرئاسة هذه تصرفات الناس الكبيرة يعني ليه نتعلم من اللي احنا بنأيدهم الناس الكبيرة نتعلم زي ما هما بيتكلموا نتعلم المنظر بتاع المغرب بتعلم المنظر بتاع بالل اتنين لبعض والناس كويسيب مع بعض احنا ليه بنحاول نشوه الثورة ليه بنحاول نردد الاشعاعات ليه بنحاول نضخم الدنيا ليه بنحاول نقلب الحقائق ليه لمصلحة مين اذا كنت معقول ما حدش راعد حد بحاج انا بقول لحضرتك وانا عارف من غير ما اسمع للمهندس محمود طاهر هيدفع فاتورة انتخابية ولا كابتن محمود خطيب هيدفع فاتورة انتخابية ده بيحب النادي وده بيحب النادي وده هيشوف الاصلح هيشتغل معاه وده هيشتغل معاه اذا حضرتك فهم انك انت لما تعمل كده هتكسب ود ده او ده عشان يبقى لك مكان انسى في النادي الاهلي انسى هتكذب هتبقى في نظر وصغير ومش هيبقى مش حبك مش هيحبك بلاش الكذب بلاش التلفيق بلاش اتقصص الوهمية بلاش الاختراعات انت في النادي الاهلي احترم المكان اللي انت فيه ما تلويش الحقائق خليك محترم انا بتكلم عن ناس اللي بتجذب عشان محدش يقول ان انا بتكلم على حد معين كلامي واضح انا مش واخده في التجاه لكن اللي بيجذب ويرمي حقائق هو عارف نفسك وفي الاخر هتلاقي نفسك بعد ما تخلص القصة دي حضرتك عاد في كنينة مش هتمسك حاجة مش هتمسك انا بقول لك مش هتمسك والله عندك ح عارف ليه لانه فقط قمته فقط قمته بس خلاص انا حضرتك انا جاي رايز وشايف واحد بيجذب وكسب وبيبلو حقائق هجيبه معي ازاي ما هو بكرة هيجذب عليها برضو صح بكرة هيمسل عليها برضو بكرة هيروح الناحية بتانية برضو لو هو شايف مصلحته هناك انا انا شايف ناس هنا وهنا غريبة جدا بصرفات غريبة جدا مش مصدق والله ان انا هو النادي العاية لا صدق صدق الناس اللي فوق ناس محترمة جدا وبتتعمل بأدب وبالسياكة وبأناقة وبمبادئ النادي بتاعنا طب خلاص بقى تعلموا مكبار بتوعكم بقى تعلموا ناس الكبيرة عندنا ناس محترمة وبتصرف بروقية والسياكة تعلموا منهم وانتو بتعلموش منهم ليه انتو بتأيدوهم طب ما تعلموا منهم بدون ما ايدهم واللي يكتب اخبار مش عارف ايه والاسف بقى ان في بعض اخبار من اخبارك خزيبة دي انا بقول لحضرتك وانا مش هقول اسامي دلوقتي طلع من الناس جوه النادي الاهلي للاسف مم خبر مبعوض من الناس جوه النادي الاهلي اه مش مهم ايه الخبر ومش مهم في انا جريدة انا ما بسميش خلاص اه لكن عيب خليك مؤدف شوية اه عيب انت اشتغلت جوه النادي الاهلي عيب النادي الاهلي فتح لك بيتك عيب اقولك كده مينة سيابتل 외و لا مش اقول ما يا لامتالي بس هقول في الوقت المناسب هم اقول في الوقت المناسب وانا بقولك يعني عيب احترم النادي الاهلي اللي شغالك احترم النادي الاهلي احترم مبادئ النادي الاهلي اه اعيب يعني اعيب بقى سيابتل 외و جالك خطابات اه على انذاره على يده محضر النهاردة واستلمته ادي خبر كاذب اخ هادي قبر كاذب اخر انا مسترمتش محاضر ولا جالي اختلاط وموضوع التحكيم ده حضرتك ده كان المستشار ياسر فتحي هو عرف اجراءاته قانونية ويا رئيس حضرتك مشكورا تعمل مداخنة معي يقدر يشعر احسن مني بكير جدا عشان الناس يسمع قصة بالكامل بتفاصيلها القانونية من المستشار ياسر فتحي يعني حضرتك تواصل معاه وهو الراجل بيرد على طول هاي بقى ستلوه حضرتك حابب تضيف اي حاجة تتكلم في اي حاجة تقول رسائل معينة لا يا فندم هو ان شاء الله يوم الحد هنعمل مع جميع سادة المرشحين الستة وثلاثين في حضور النيابة الادارية للشرف القضائي والجاه الادارية عشان هنقول للناس التعليمات يوم الانتخابات وبعد يزنى حضرتك السادة عضاء نادر احلي كذني او البطاقة العدوية المسددين لاشتراكات 2017 هم فقط من لهم حق التصويت الواحد يقول لي طيب انا ما جدتش استنادي بس انا بقدر اخش النادي ايوا حضرتك هتخش النادي بس مش هتخش الخيمة الانتخابية تاني مش هتخش الخيمة الانتخابية عشان متعملش زحمة جوه عشان حضرتك مش هتدلي بصوتك بدان مش في الكشف والكلام ده هيتمنع يريد نلتزم عشان يعني ما يبقاش فيه نحن بنمنع حد يقود سيد تلوية انا جات لي فكرة وحضرتك بتتكلم دلوقتي قبل الانتخابات مهم جدا حضرتك تبقى موجود معنا في حلقة تشرح التفاصيل عشان الناس تبقى عارفة هي رايحة تعمل ايه واللي ما جدتش يبقى عارف هو حيبقى موجود في الخيمة ينتخل ولا كل التفاصيل الانتخابات تبقى معنا عشان نعمل توعية لجماهير او اعضاء الجماعية العمومية للنادي الاهلي بنستأذن حضرتك يا لا او لا شرفنا سيد تلوية شرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي بشكر حضرتك شكرا جزيلا وبشكر حضرتك ايضا على المجهود المبزول وحتكلم نقطة كمان ايجابية حلوة جدا عجبتني لكن ايه رأي حضرتكو الراجل ده عشان